حكم الآئمة الذين يدعون للطواغيت بن نصرة على المنبر يوم الجمعة هل تبطل الصلاة خلفه إذا كان يدعو للطواغيت بن نصرة فهذا الله أعلم بحالي إذا كان يدعو لهم بالتوفيق مثلا فهذا جائز جائز أن تدعو للطاغية ليوفقه الله للخير توفيق يكون للخير وليس للشر فهذا دعاء صالح لكن إن كان يقصد أنهم ينتصرون بفجورهم وظلمهم هذا إنسان قال أحواله أنه مبتدع ومخالف ومعتد في الدعاء ويخشى عليه في دينه إن كان يحب أن يعصى الله وأن ينتشر الفساد من خلال هؤلاء فيخشى عليه في دينه يكون يعني رجل ليس من المسلمين لكن على العموم قد يدعو الإنسان لهم هو يجد رجل حاكم طاغية فاجر أو ما شبه ذلك فيدعو له بالصلاح فهذا شيء صالح هذا شيء صالح مع أنه ليس من عادة السلف فلا تجد في السلف من يدعو لهؤلاء على المنابر دعاء لهم في غير المنابر يجوز طبعا ترجمة نانسي قنقر